بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات البرنامج من رحاب الأزهر الشريف وفي ضيافة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نبدأ معكم حلقة اليوم فضيلة للحلقات الخاصة بالقيام المهجورة مننا كمسلمين وفضيلة الاقتصاد وعكسها من رذائل الإسراف والتقطير ماذا عن واقع المسلمين حاليا من الإسراف في الإنفاق على استعدادات شهر رمضان المبارك والأعياد والتبذير المبالغ فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد هذا سؤال مهم ربما تطرقنا للإجابة عليه في أكثر من مناسبة سابقة وأنا أتحدث عن مجتمعنا المصر لأننا فرد من الشعب ومن المجتمع أنا من الطبقات المتوسطة يعني أنا مثلا سري ولا غني ولكن يتاح لي بعض بين الحين والآخر أن أرى أن مات الاستهلاك في رمضان في هذه البيوتات أو في هذه المستويات وأكد لك أن تسعين في المئة من عاداتنا وتقاليدنا في رمضان هي ليست إسلامية بالمرة وأول عادة سيئة حقيقة يعني أنا مدحت الشعب المصري في حلقة سابقة في الصبر قلت أنه فعلا الشعب المصري هذا صبر ومدرب على الصبر والصبر هذا يجعله ينجح في نقطة حرجة تلاقيه هو فعلا أخذ الأمور بإزمام الأمور بيديه وهو الذي يوجه الأمور شيء عظيم وهذا نتيجة صبر ونتيجة أنه هو يعني يتحمل شعب يتحمل لكن في ناحية الإسراف في رمضان أنا ألوم الشعب المصري تماما في هذا لأنه يعمل ضد ما يتطلبه توجيهات الإسلام بالنسبة لشهر رمضان وأيضا يعمل ضد ما تتطلبه ظروف البلد التي يعني نمر بها أو تمر بها البلد الآن نعم ومن خلال الإسراف في جميع المستويات يعني الطبقة القادرة تسرف ثم الطبقة المتوسطة تسرف بل أقول لك أن حتى الطبقة الشبه معدمة حينما تملك شيئا تسرفه في إنفاقه في رمضان فضيلة الإمام البعض يستدين لقي ينفق في رمضان طبعا يعني يستدين أو بيعمل جامعية ويأخذ جامعية في رمضان علشان يجيب بها إيه علشان يجيب بها المكسرات وعلشان يجيب بها الحاجة الليميش علشان يأكل فراخ كل يوم ولا يأكل لحمة مش عارف كل إيه وعلشان يعمل الكنافة وعلشان يعمل طيب هل ده هو المطلوب في رمضان المطلوب في رمضان أن يكون ده اسمه شهر الصبر شهر الصمود شهر التدريب على الجوع وعلى المشقة وعلى أن ينشئ منك إنسانا ذا إرادة قوية تعتلي على الضرورات نعم فمش معقول هذا الشهر ينقلب إلى شهر متعة وإلى شهر أكل وإلى شهر يعني صهر وإلى شهر عبث فحتى أخواننا اللي بيحرصوا على على الزهاب إلى والسيدات والشباب اللي بيروحي ويقول لك أنا لا أروح التراويح وأروح ده شي عظيم لكن فقدرت إيه هل فقدرت شي طبيعي زي ما بتفطر في أي يوم أو تتغدى في أي يوم ولا المسألة يعني اختزنت المكسرات واختزنت السكريات واختزنت الكنافة ومشعار الكلام ده كله وأصبحت مدخما ويعني أصرفت في وإحنا قلنا وكلوا واشربوا ولا تصرفوا الحقيقة الأكل والشرب في رمضان فيه إصراف وأنا ألوم على السيدة المصرية فعلا أنها يعني دائما تهيئ الجو لهذا الإصراف نعم ويخيل للناس أنها من الجوع قبل المغرب أنها ستأكل كل شيء ولكن الذي يحدث غير ذلك يعني وخاصة جماعة المدخنين يأكل أي شيء ويقوم التدخين والباقي الله أعلم أي ناس هم يرمى ولا يعني فهو إصراف والمائدة الأسرة في رمضان كل مغرب فيها ما يزيد على حاجة الأسرة ده ده أنا شيء أؤكده لك لكن أيضا الدولة مسؤولة عن مسألة الإصراف دي فمثلا تتلاقي قبل رمضان بأسبوع توفير مش عارف يميش رمضان توفير مش عارف وتنزل للسوق زي ما يقولوا لي أنا طبعا برحشي يقولوا لك ده في مش عارف فسدق إيراني أو فسدق سوري طبعا ده مش من مصر يا إخوان ما إيه الداعي لكن في ناس بتستفيد فلوس نعم من هذه ومن الوسيلة هو طحن الفقراء ليستفيد التجار في هذا بلاش من ونكفي البلح اللي موجود عندنا في مصر ويكفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات وهي دي السنة وإذا لم يجد كان يحسو حسوات من ما إيه المشكلة لو خدنا رمضان من غير أمر الدين ونوفر فلوس أمر الدين تماما ونحطها في جيوبنا وبلاش نديها للناس اللي بيتاجر دول ويستوردوا ويوصل دول فضيلة الإمام يعني البعض يعني أصبح لديه مفهوم يعني من من كتر ما ترسخت العدل لدى الناس أصبحوا يعتقدون أنها من مظاهر رمضان وأنها لها علاقة بالدين الإسلامي لا بالعكس هذه تصرفات تضاد الدين الإسلامي الدين الإسلامي يوجهك في رمضان بأن تأكل أكلا متوسطا يعني لا تسرف في الأكل ولا تسرف في الشرب ولا تسرف في النوم ولا يعني إنما رمضان ينقلب إلى أكل معين طبعا وأكل فيه إسراف والسيدة ومسلسلات تتعب مسكينة من الظهر هي تشغل حد المغرب دا ينتظر ودا ينتظر وبعدين المسألة إذا كنا هنصلي الترويح وكذا وبعدين المسألة نوم وبعدين النهار كسل ما فيش انتاج ما فيش عمل من يقول أن هذا رمضان اللي هو أراده الشر وأراده الإسلام أو أراده النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أبدا يا أخي يعني رمضان ده فعلا شهر التدريب على المشاق فما ينفعش أن أنا أبتدي من المغرب أعود كل المشاق اللي شفتها ويعني وكأنني لم أرى مشقة ولم يعني أشعر بالتعب أو أشعر بالجوع في نهار رمضان فيعني أنت أفضل ماشي لكن إيه المشكلة لو احنا اقتصرنا على التامر اقتصرنا على الأكل العادل اللي بنعمله في غير رمضان ورمضان عادل وأنا أوفر هذه الفلوس يعني أوفرها لأسرتي أوفرها لأولادي لإحتياجات تعليم لإحتياجات صحة نعم إذا كنتنا رجل يعني عندي فلوس كثيرة وبتاعي أبحث عن فقراء يفضروا كويس معايا أو أديهم أقولهم خذوا افضروا يعني رمضان نصومه حسب يعني قدر الإمكان حسب توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وحسب توجيهات القرآن في الاقتصاد في الإنفاق وفي عدم الإسراف في الأكل والشرب وبالعكس لو أكلنا بشكل معتدل سنخرج بفوائد صحية عظيمة جدا من رمضان وهذه المبلغ الزائدة نكفل بها فقراء المسلمين نكفل بها فقراء المسلمين وجهال الفقراء شوف الأسرة عندك كل أسرة فيها فقراء وفيها محتاجين أحسب حسبة الكعك وحسب حسبة الكلام اللي زي ذا والبندق والفسدق وتبرع بها للغلابة الموجودين في هذه الأسرة ويعني علشان يعني يلاقوا حاجة يأكلوها مثلا في أنما يعني حقيقة المسلم أو المصري طبعا العدد موجودة في العالم العربي كله نعم لكن لا تجدها في مثلا الحاجات الدينية في الغرب أو في أوروبا وأنا حقيقة أنا عشت مع أسرة فرنسية وشفت شفت حالها في الفقر وحالها في الغنى والله لم يتغير يعني لم يتغير والراجل اللي كان عشنا معه جهنى في القاهرة وشغل الفترة قدويلة وكان يغير يأتي الأميس زي بتاع الزمان دي يقلبها ومش حارف ما وعنده فلوس نعم إنما كان يعني ولما كنت تشوفه وتقولش أنه راجل يعني رسل هاي والبالعكس عادي لكن يعرفون قيمة المال المال نعم ولا ينفقونه إلا في محله بالفعل وأنا شخصيا يعني في إحدى المرات القليلة جدا التي حضرت فيها بعض الأفراح في بعض الفنادق الكبرى ويعني رأيت والله حزنت حينما عرفت أن يعني الأهل العروسة أو العريس بيدفعوا ما يفوق المليون جنيه في هذه الساعات القليلة ومن الصخب يعني يمكن وداني أعدت يومين وأنا كان إلى جواري سيدة ألمانية تتحدث العربية بالطلاقة فلما سألت هل يوجد عندكم مثل هذا يعني قالت لسنا مجنين نعم يعني أنا كانت إجابة بالنسبة لي فعلا يعني كسفت وخجلت خجل شديد لسنا مجانين نضيع الأموال بهذه الصورة شكرا مفضي لسنا ترجمة نانسي قنقر